أحمد شايف إزاي نعم بقيس مثلا على الهلال بما أنه الهلال هو أقوى مركاتو ده مش كلامي ده كلام الأرقام والإحصائيات وبشوف مستوى في المطشط التلاتة اللي ظهر فيهم أنا تبعت مطش السد بصراحة وتبعت المطش بتاع الوداد اللي كان بتلاقيه قبل السادسة على طول لغاية يمكن ديئة أو ديئتين الأخيرتين من المباراة وسمعت نتيجة أهلي ترابلوس اللي تعادل فيها الهلال السد خسر قدامه الهلال بنتيجة تلاتة اتنين فالخصة هنا ما هيش قصة مركاتو أو ما هيش قصة أسماء أو ما هيش قصة فلوس وأرقام وأعتقد أنه مش عايزة تكون طبعا بحكم بدري على التجربة لكن من الواضح أنه المردود اللي كان متوقع من الصفقات اللي بالحجم ده من الصفقات ما عادت تقير ما ظهرش بشكل كبير في البطولة العربية أتفق معك جدا يا أحمد أن أنا بشوف أن كل الانتدابات مش عند الهلال السعودي بس انتدابات كلها اللي حصلت في الدور السعودي هم تكلم على أربع عندي بشكل مباشر حتى الاتفاق كمان معهم الخامس طبعا واتحاد جدا والنصر السعودي بس اتفاق ما عملش برضو صفقات تقدر تقول عليها ستيفن جيررد هي صفقة أعتقد بتبقى كمدير فني بيعملوها طريبا عشان برضو ما ينفعش بعملش صفقات إنه شايف طبعا الاندية الكبيرة وجودن هندرسون صح؟ بالظبط فالمردود بالنسبة لي هو مرضود تسويق مش أكتر لكن المرضود الإيجابي أو الفني احنا مش هفنوش دلوقتي حتى في البطولة العربية وأعتقد كمان هيبقى في الدور السعودي لأننا حضرت موضوع اللعيبة الأوروبيين والأجانب في الدور القطري من زمان جدا الموضوع ده وأعتقد من أيام بتستوتا والعيبة أكبر كنا موجودين في الدور القطري لكن برضو ظل الدور القطري هو هو يعني طبعا الدور السعودي تسويقيا رف حتة تانية والاندية خلاص بقيت يعني خلاص موضوع بلوجود كريستيانو هو سبب كبير جدا في طبعا يعني اللعيبة كلها طبعا بقت موجودة في الدور السعودي روماريو كان لعب أعتقد برضو فترة أو فترات في قطر في النصر السعودي أعتقد؟ لا في السعودي بس ما أعتقدش في النصر بس النصر جاب على فكرة النصر من زمان يجيب حتى النصر أصلا شهرته كمان في السعودي بالعالمي إنه هو دايما بيجيب لعيبة عالمية ففكرة الانتدابات اللي كلها اللي بتحصل في الدور السعودي أنا بشوف إنها المرضوط بتاعها فعلا ما كانش يعني فنيا مش كبير خالص وده باين جدا في مباراة الهلال السعودي حتى الاتحاد جدة